بسم الله الرحمن الرحيم حيني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينما إلا بالحق وأدل مسمى والذين كفروا عما أنزغوا معرضون قل أرأيكم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركوا في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستديب لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءت هذا سحر مبين أم يقولون استريه قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعله ولا بك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عيد الله وكفرتم به وشهي الشاهد من بل إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيخولون هذا إفق قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق اللسانا عربيا ليوزر الذين ظلموا وبشرال المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم ما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفلكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله يا ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الدن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالا وهم لا يظلمون ويوم يغرب الذين كفروا على النير أذابكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتوا بها فاليوم تجزون عذاب اليون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وازكر أخا عادل إذ أنزر قوما بالأحقاق وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاق عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجيتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأذركم ما أرسلت به ولكن ليأريكم قوما تذهبون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعدل به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء لأمر ربها فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم كذلك نجزل قوما المدرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئذة شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ولما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يربعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله كربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إذ كم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الدين ليستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا موزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدين يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أديبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم ومن لا يدع داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلاله مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النير أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنت تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل له كأنهم يوم يرون ما يمعبون لم يلبسوا إلا ساعة من نير بلاغ أليم لك إلا القوم الفاسحون